بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و به نستعين و صلاة و سلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد عليه و على آله أفضل الصلاة و تم التسليم أما بعد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و أهلا و مرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم و الدراسات الإسلامية أسعد و أتشرف بتواجدي من خلاله معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر حديثنا موجه لي الصف الأول التأهيلي الفصل الدراسي الثاني و عنوان درسنا لهذا اليوم الرخص الشرعية الجزء الرابع الرخص الشرعية الجزء الرابع تعليمات هامة في البداية أولا يجب علينا اختيار المكان المناسب للتعلم أجهز كتابي و أدواتي المدرسية أتابع الدرسة بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن يا أبطال نتذكر دائما أنه يجب عليه كما نذكر و نؤكد أن نكون بعيدين عن كل شيء يشغلنا عن الدرس مثل إيش يا أبطال ذكرنا أحسنتم مثل الأجهزة أكترونية مثل الآيباد الجوال التلفاز أصوات مرتفعة كل شيء يشغلنا عن الدرس يكون بعيداني و كذلك مهم أن يكون كتاب موجود لدي و القلم كذلك موجود لدي حتى أستطيع متابعة هذا الدرس بشكل صحيح و الاستفادة منه أكبر قدر ممكن من الفائدة و لا أنسى أن أستمر في متابعة هذا الدرس حتى الوصول إلى نهايته ما رأيكم؟ نتفق على هذه التعليمات و نبدأ على بركة الله تأكد الكتاب الذي لديك و كتاب الطالب و الأنشطة لمعاهد و برامج التربية الفكرية الصف الأول التأهيل الفصول الدراسية الثلاثة الهدف العام لدينا معرفة الرخص الشرعية معرفة الرخص الشرعية الأهداف الخاصة أن يعرف الطالب و الطالبة مفهوم الرخص الشرعية و حكمها بشكل صحيح أن يعدد الطالب و الطالبة بعض الرخص الشرعية بشكل صحيح أن يذكر الطالب و الطالبة أسباب الرخص الشرعية الدرس الحادي عشر لديكم في الكتاب الرخص الشرعية إذا لم يكن لديك الكتاب بالإمكان عبر كاميرا الجوال تصوير هذا الباركود وسيتوجه بك مباشرة إلى رابط الدرس الرقمي و نقوم بفتح الكتاب على صفحة الدرس رقم 54 مهم جداً لدينا يا أبطال في هذا الدرس أن نتذكر دائماً ما هي الرخص الشرعية ما الذي نفهم عندما نستمع لهذا العنوان ذكروني يا أبطال بيناه وكررناه في الدروس السابقة و بعضكم تذكر ما الذي نقصده بهذه الرخص الشرعية و أن الرخص الشرعية الشرع أكيد نعرفه أن ما أمرنا الله سبحانه و تعالى به من أحكام وشرع في هذا الدين و لكن ما معنى الرخص أو الرخصة أحسنتم و بارك الله فيكم من لم يتذكر أساعد قليلاً كذلك و أضع بعض الخيارات هل هي اليسر و السهولة هل معنى الرخصة اليسر و السهولة أم الصعوبة و الشدة و العزيمة أحسنتم و بارك الله فيكم هي اليسر و السهولة إذن لا ننسى يا أبطال الرخصة هي اليسر و السهولة قلوها بعدي الرخصة هي اليسر و السهولة و تعلمنا ما تكون هذه الرخص الشرعية و اليسر و السهولة في هذا الدين مثلاً في الوضوء و في الصلاة و غيره كذلك و في الصيام يا أبطال إذن هذا النشاط لدينا نتذكر لدينا هذا النشاط و نقوم بحل هذا النشاط في الكتاب في الصفحة رقم 56 السؤال الأول يجوز المسح على الخفين أو الجوربين يوماً في الحضر و ثلاثة أيام في السفر قمنا بذكرها و الإجابة عليها في درسنا السابق يا أبطال ما رأيكم؟ هل هذه العبارة صحيحة أو خاطئة؟ أريد منكم أن تذكروها من خلال ما تعلمنا في الدرس السابق هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أني عندما أكون مثلاً خالد من أهل مدينة الرياض و أراد المسح على الخفين و هي الشراب مثلاً أو الجوارب هي مقاربة كذلك للشراب أو التي هي الجوربين عندما يكون في الرياض فإنه يمسح عليها لمدة يوم كامل 24 ساعة عندما يكون مسافر فإنه تكون ثلاثة أيام بمعنى لو كان هو في الرياض و قام في المسح على هذه الجوربين على الشراب اللي يلبس عندنا هذا خالد لبس الشراب يوم الخميس الساعة ثلاث يوم الخميس الساعة ثلاث قام بلبس هذا الشراب فإنه يجوز له بدل أن يغسر رجليه أن يمسح على هذين الخفين حتى يوم الجمعة الساعة الثلاث بالضبط يجب عليه بعد ذلك أن يقوم بخلع هذه الجوربين أو الشراب و غسل الرجليه بعد ذلك والأهم أننا نتذكر أنه يوماً في الحضر و ثلاثة أيام في السفر إذن هذه العبارة صحيحة بعد ذلك تعلمنا المقصد بقصر الصلاة الرباعية الظهور و العصر و العشاء فيصليها ثلاث ركعات هذه عبارة خاطئة ثالثاً يجب على المسافر قضاء الأيام التي أفطرها في سفره هذه العبارة صحيحة العبارة الرابعة لدينا يصح التيمم في حال وجود الماء هل يصح التيمم إذا لم يجد الماء؟ هل يصح التيمم إذا كان يوجد لديه الماء؟ اقرأوا العبارة مرة أخرى التيمم في حال وجود الماء هل يصح أو لا يصح التيمم من الرخص الشرعية و اليسر والسهولة حان وقت صلاة العصر عند خالد و عندما حان وقت الصلاة قال والله الحين أنا مود يتوضى بدل ما أتوضى من الرخص الشرعية و اليسر والسهولة أتيمم هل هذا الفعل صحيح؟ لا التأكيد خاطئ و ذكرنا يا أبطال ما هو التيمم؟ و ذكرنا هل أتيمم؟ إذا أردت التيمم ما رأيكم؟ نتيمم بالمناديل أو بالأشجار أو بالتراب كيف يكون التيمم؟ بمناديل أو بالتراب أو بالأشجار؟ أحسنتم دائما نتيمم التيمم كما تعلمنا يا أبطال أن نتيمم بالتراب التيمم بالتراب هو الطريق الصحيح للتيمم ليس الشجر و ليس المناديل كذلك التيمم دائما يكون بالتراب الطاهر و كما تعلمنا و أشرنا و بينا كيف نقوم بالوضوء من خلال بالتيمم من خلال الضرب الكفين على التراب ثم مسح الوجه و كذلك الكفين إذن هذه العبارة خاطئة خامسا الجمع هو أن يجمع الظهر مع العصر و المغرب مع العشاء جمع الصلوات يا أبطال أن يجمع الظهر مع العصر و المغرب مع العشاء هذه العبارة صحيحة أم خاطئة الجمع دائما عندما نريد الجمع في السفر عندما يكون مثلا لنستمر على خالد عندما يكون مسافرة صلى الظهر في مدينته و هو في طريق السفر حان وقت صلاة العصر عندما حان وقت صلاة العصر فهو يعرف و تعلم أنه من الرخص الشرعية جمع الصلاة فهل يجمع صلاة العصر مع المغرب؟ هل يجوز أن يجمع صلاة العصر مع المغرب خالد؟ لا أحسنتم كما تعلمنا دائما أنه جمع الصلاة يكون الظهر و العصر و المغرب و العشاء هي التي تجمع مع بعضها إذن في العبارة الخامسة الجمع هو أن يجمع الظهر مع العصر و المغرب مع العشاء هل هذه العبارة صحيحة؟ أحسنتم بهذه العبارة صحيحة النشاط السابع لدينا صل بين أسباب الرخص بما يناسبها أسباب الرخص هي يعني ما معنى أسباب الرخص يا أبطال؟ نعرف ما معنى إذا قلنا أسباب الرخص؟ يعني ما هي الأشياء التي تخليني أأخذ بهذه الرخص؟ يعني متى يجوز لي أن أتيمم و متى يجوز لي أن أفطر مثلا عندما أكون صائما ما هي الأشياء؟ السبب يعني ما هو الشيء الذي يجعلني أفطر أو أتيمم؟ هذا معنى السبب ما هي هذه الأسباب؟ نتعلمها سويا المرض هل هو من أسباب الرخص؟ أحسنتم بالتأكيد بعد ذلك هل الكسل من أسباب الرخص كنت يوم من الأيام تعبان وقلت أنا ما أبغى أصوم هل هذا من أسباب الرخص الشرعية أن الدين يسر فأنا ما أصوم بالتأكيد لا الكسل ليس من أسباب الرخص الشرعية النسيان من أسباب الرخص الشرعية وكذلك في الأخير السفر وهي من أسباب الرخص الشرعية التي يسر الله سبحانه وتعالى لنا إلى هنا يا أبطال نكون وصلنا إلى نهاية حديثنا في هذا الدرس شكرا لكم على طيب الاستماع والمشاهدة ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله تعالى طبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته